الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ولا وزير له ولا مقارن له ولا مكاظم له ولا مداني له ولا مغارع له ولا جلد بلد بلد جسد رسو جزو نظو عظو له ولا مقارن له ولا مكاظم له ولا مصابي له ولا مقابل له ولا مناظر له ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحدة الصبحان ووحدة الرحمن ووحدة الإعلان ووحدة الإتقان ووحدة القرآن بعزة الرحمن ثم نشهد أن لا إله إلا الله وأنه لا معبود ولا مسجود إلا هو ولا مانع ولا معطي إلا هو ولا نافع ولا ضار إلا هو ولا كاشف الظر والبلاء ولا مجيب السؤال والدعاء إلا هو ولا ناصر ولا نصير ولا قابر ولا قدير إلا هو ثم نشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا مؤيدنا مخدومنا منظومنا معصومنا مقصومنا مقصودنا أجدر الخلق جديرنا أعظم الخلق وأشرف الخلق وأحسن الخلق وأجمل الخلق وأكمل الخلق وأنور الخلق من الحصن والصدارة والولاية والحكاية والعناية والهداية والأمانة والإمامة أعلانا وأجلانا وأتقانا وأزهدنا وأرفقنا وأنورنا وأخطرنا وأكبرنا أحمر أنور أجدر أقفل أوثق أنور أجمل أكمل له ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفيقنا خاتم الأنبياء والمرسلين وأفضل الخلائق سيد الأولين والآخرين أحمد الأنبياء محمدا عبده ورسوله الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصل الله تعالى على محمد المصطفى والمتقى والمجتبى وعلى آله وأصحابه وأسواجه وأكباعه أجمعين إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتبكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمادنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا تل الله بإذنه وسراجا منيرا وصل الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وصلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من صلى وصام وصلك ذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين خصوصا على سيد المتقين والأبرار صاحب النبي في الغار والمزار أفضل الصحابة بالتحقيق خليفة النبي بلا فصل إمامنا أبي مكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى الناقق بالصواب والعادل بالكتاب إمامنا بالحق عمر بن الحقاب رضي الله تعالى عنه وعلى صاحب الحياء وناشر القرآن الشهيد المظلوم قين تلاوة الفرقان عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى صاحب السيف والقضاء وناشر العلم والهدى أسد الله الغالب إمامنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعلى السيدين السندين السعيدين الشهيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى سيدات الطاهرات بنات النبي المصطفى وأهل بيته المطهرة رضي الله تعالى عنهم وعلى عميه النبي المجتبع سيدنا العباس وسيدنا حمزة رضي الله تعالى عنهما وعلى كل الصحابة رضوان الله تعالى عنهم أجمعين الله الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم تعادلوا عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء بالقربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبضح يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العلي العظيم الكريم يذكركم ودعوه يفتجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأكم وأهم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون